من الرميش جنوبية لبنان مراسل العربي علي رباح ينضم إلينا مرحبا بك علي التوتر قائم ومستمر ويزداد هذا التوتر مع الحديث عن قلق في الأوساط الإسرائيلية من رد على اغتيال القياد في الحرس الثوري هل ترصدون في المناطق الجنوبية من لبنان ما يدل على شيء غير عادي بالفعل محمد بداية صباح الخير دعنا نبدأ بالأحداث أو بالتحديثات الميدانية يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف وبلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط هذه البلدة التي تعرضت صباح هذا اليوم عند الساعة السابع والنصف بالتوقيت المحلي لغارتين من المقاتلات الحربية الإسرائيلية ويتردد اسم هذه البلدة خاصة في الساعات الأربع وعشرين الماضية القصف مركز عليها يوم أمس كنا نتحدث عن قصف متواصل بالمدفعية طاول عدد كبير من المنازل وكان تحدث الدفاع المدني بالفعل عن عدد من الجرحى الذين نقلوا على المستشفيات هذه البلدة جغرافيا تقع قبالة عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية خاصة موقع المنارة أو مستوطنة المنارة إضافة إلى الغاصي والبغدادي ومجموعة من المواقع الإسرائيلية العسكرية إذن صباح هذا اليوم غارات وقصف متفعي عنيف يستمر ومتواصل على هذه البلدة يأتي هذا التطور بعد ليلة ساخنة أيضا شهدت سلسلة من الغارات على القطاع الغربي تحديدا على أطراف بلدة النقورة وطير حرفة والجبين يوم أمس كنا نتحدث محمد عن يوم ساخن جدا في الجنوب تطورات على كامل الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة قصف متواصل كان طيلة يوم أمس لم تغب أصوات الانفجارات عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في المقابل طبعا كان هناك عشرات الصواريخ التي أطلقها حزب الله وأيضا كتائب القسام والتي استهدفت مواقع إسرائيلية عسكرية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ولكن التطور الأبرز كان في بيان لحزب الله الذي قال فيه بأنه استهدف مستوطنة مسكاف عن مباني في هذه المستوطنة للمرة الأولى يتحدث عن مباني عادة كان يتحدث عن جنود تحصنوا داخل مبنى ولكن الحديث عن مباني إضافة إلى الفيديوهات التي نشرها الإعلام الحربي الإسرائيلي وثم نشرت في المواقع اللبنانية كانت تظهر حجم الدمار وحجم الخراب الذي حدل في كثير من المباني خاصة في مستوطنة إيفيفيم على سبيل المثال هنا نستحضر تصريحات بعض مسؤولي حزب الله خاصة في الساعات الأربع وعشرين الماضية والذين أضافوا إلى المعادلات معادلة المنزل مقابل المنزل لذلك هناك اعتقاد بأن حزب الله أيضا اليوم يصعد تزامن مع التصعيد الإسرائيلي بطبيعة الحال وهناك أيضا اعتقاد بأن إقفال الطرقات والإجراءات الإسرائيلية التي أعلن عنها يوم أمس عن إقفال كل الطرقات والمستوطنات داخل الجليل هي قد تكون مؤشر على تصعيد إسرائيلي سيواجه بتصعيد آخر من حزب الله بطبيعة الحال وردا على سؤالك محمد بالفعل هناك قلق كبير وترقب من أن يستدرج اغتيال المسؤول الإيراني في دمشق بغرة جوية على السيدة زينب تصعيد إضافي ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نلمس أي شيء على الجبهة سوى الأمور المستنسخة يوميا وسط تصعيد بطبيعة الحال من الطرفين شكرا جزيلا لك علي رباح مراسل العربي من جنوب لبن